السلام عليكم لبنات ومرحبا بكم تنزلوا في الفيديو طولت الغيبة عليكم لكن اليوم طلت عليكم بوحد البقلاوة من اروع ما يكون يعني حضرتها بلا مغ كارين فقط بدون سمن ونتيجتها اكثر من رائعة يعني ونتخلي البقلاوة سمنة حتجيكم مرقة وتجيكم بواحد اللون ذهبي يعني كامل الاسطرة رح نطيها لكم اليوم بقلاوة ناجحة مئة بالمئة من اول تجربة ما عليكم غي تشوفوا الفيديو من الاول الاخير وما تنساوش قبل المشاهدة الفيديو وديرولي جامولي مازال مشتركتش تشترك بالقناة وتفعل جرس هكا باش يصلكم كل ما هو جديد بالنطر حنطيكم اه يعني مقادير انتاع سنية ثلاثين على ثمانية وعشرين سنتيمترا عندي الكيس اللي رفد ميتين وربعين ميليليتر يعني الكيس تأمواليد المشهور عندي ربع كيسان انتاع الفرينا من المستحسن اللي بنات لافاغين هي يعني السير في العجينة لازم تكون من النوعية الجيدة يعني من المستحسن انكم تشروو تاع الكيلو اه يعني انا شرينت عشرة كيلو اسمها رياض هذي هي اللي استخدمتها في الوصفة فولا البنات تسيحوها بمليح يعني تصفيوها بمليح بسيار اللي يكون نفغي مرقيق هكا باش ندخلصوا مكملح وبيبت المزعجة انتاع لفاغين هنها عندي مارقارين لما يعني ذوبتها على النار قليلة يعني حتوين مذابت وعبرت بها كيلة يعني ربع كيلة فرينا بكيلة انتاع لمرقارين ونبقى هكا ينبسوا في العجين يعني اندخلوا كامل هذيك الكمية تعدي دم في الفيرينة البنات بالنسبة يعني اللي يعني يحبوا يخدموا الفيرين البقلة وانتحهم بالزيت يعني ما زل متجربتش هذي الوصفة يعني العجينة تكون بالزيت وان شاء الله اذا جربتها رح نشاركها معكم يعني هنا هي البنات بعدما تبسوا العجينة جيداً ووليداً كم اللي دخلوا فلافاغين تجيبوا يعني ماء الظهر اللي تكونوا دفيتو فى النار زيدوا حبة على البيض ويعني وتخلطوا هكاة تحصلوا على عجينة تكون طارية يعني انا يخلط الحبة على البيض مع ماء الظهر اللي يكون دافي علاش دافي بماشي مثلها جالي انه باش العجينة احنا متجناش فيها حبيبات بزاف يعني نشوفهم يحطوا فى الفيسبوك يعني علاش العجينة تكربست ولا شكلت حبيبات لانه اضافوا ماء الظهر وهو بارد ماء الظهر لازم تدفي وفق النار هذه هي البنات تحاولوا انكم يعني حتى تحصلوا على عجينة تكون طارية فوالا تروحوا غير بالعقل ايضاً حاولوا انكم تعبروا يعني كاس متاع ماء الظهر وتبدأ وضيفوه غير بالعقل حتى ان تحصلوا على عجينة طارية هنا هي كل واحدة ولفق امتحها كاي اللي تشرب كمية الماء وكاي اللي ما تشربش هنا هي البنات تنسيت الملعقة على الخل اضفت الملعقة على الخل وحكمت يعني ادلكت العجينة حتى ان يعني تحصلوا على العجينة ملساك كما لكم تلاحظوا تغطيوها بكيس بلاستيكي وتخلوها اتريح وتخلوها هنا يجبت السنية والتائعية ثلاثين على مئة ثمية وعشر سنتيمتر ادهنتها بيا بلا مغغاغين ويعني وجينا حكاية نحلو بالماشينة يعني في في الرقم الاخير يعني الورقات يكونوا فغير مورقاق وكي تكونوا تحلو يعني تستعملو لامايزينة باش تجيكم مورقة يعني يند يعني طبقات بالمغغاغين يعني مراحش نستعمل كامل اسمن في هذا الوصفة يعني مئة بالمئة مغغاغين وتجيكم مفغيم وهي لو تجي من السماء والبنات يعني البقلة والتقليدية تروحوا بالطول يعني تحطوا ورقات بالطول وبعد ترجعوا بالعرض يعني هكا يحتم تكملوا كامل الطبقات انا استعملت ست طبقات من الفوق وسبعة طبقات عفوا ست طبقات من تحتها وسبعة طبقات من الفوق يعني كي ما حبيتو يعني البنات العجينة تحكم بعد ما تريح لمدة ساعة تجيوا يعني تفورميوها ديبو والأم بعد تبدأوا تحلوا فيها بالحلل يعني تستعملوا الميزينة يعني البناتوا بعد تقطعوها بالموس وتجوزوا في المشينة تاعة البقلعوة سينو تقدروا تديروا يعني طريقة تقليدية تديروا ست طبقات يعني العجينة تحكم تقسموها على 12 كورة يعني وبعد تبدأوا يعني كل كورة تحلوها دائري وبعد تديروا الميزينة يعني واحدة فوق واحدة وتحلوها على جهة وتحطوا يعني تبدأوا تنحيوا بالورقة الطريقة هذي هنخليها لكم في صندوق الوصف باش تشوفوها يعني بالنسبة لي ما عندهمش المشينة تاع البقلعوة يعني ملفة انا ديما نختم بيها وتجي هيلة تجي مورقة يعني نفس نفس النتيجة تاع المشينة تاع البقلعوة فولا البنت يعني هنا يعني انا قريب نوصلوا للطبقة الساديثة هذي هي البنت يعني حاولوا انكم تنحوا كامل هذك الهواء في الحواث فولا البنت هنا ينحوا الحواث بلكم البنت تنحوهم بالحلال لانه راح تسق معكم وما راح تتورق نحو الحواث بالموس فولا رحوا للحشو هنا عندي ثلاثة كلاة تاع اللوز سكرفشت لهم بيع القارس انا استعملت ليمون الاخضر باش ينسمي ليه فغيمو الحشو التاعي وتقدروا يعني تديروا اللوز يعني وش حبيتو تقدروا ديروا الكوكاو يعني الجوز كل واحدة والمقدور التاحها هنا انا خلطت يعني الكمية تاع اللوز هنا كانت سبعمية قرام وفولا ماشي خمسمية قرام سبعمية قرام هكا باش تجيني لحبه فغيمو مطالعة وتجيه عالية هاذا هي البنات يعني وتشمخوه يعني ابين بماء الظهر وايضا تستعملو كمية ملحة انتاع لافاني باش يكون فغيمو بقناوه من السماء وتجيه فغيمو بنينا هاذا هي البنات يعني حاولوا انكم تسووا انتاع الحشو بالملعقة بصحبه لكم انكم تضغطوا يعني فقط باش تحصلوا على سطح مستوي يعني وما تجيش جيها طلعة وجيها هبطة البنات هاذا هي باش الحشو التاعي يجي ان يفو فولا اهنا هي نبدأوا الطبقة العلوية كيفش رح ندر البنات تجيبو العجينة تحلوها بتقسموها بالموس تجوزوها في الماشينا يعني الرقم الاخير ومن بعدك تجوزوها البنات تديرو شوية على ميزينة كما لكم تلاحظوا في الفيديو وتطبقوها على زوج هذا ما كان البنات وتعاودو تحلوها في الماشينا يعني هكا باش تجيكم مورقة الطبقات يجووا في غيمهم مبينين هذه هي البنات هنا رح نجوزها في الماشينا ومن بعدين نحطها هكاية فوق الحشو مباشرة كما لكم تلاحظوا راني نحط بالطول يعني هذي الطريقة في غيمه البنات تجيكم سهلة والنتيجة جد جد مرضية هذه هي البنات تحلية الطبقة الأخرى يعني ديجا هكاية رهي لازوج نمتوا البنات واذا نزيد ندير الجيهة واحد اخرى ندهنوها بلا مغكاغين اللي تكون ذيبة وبرطة كامل بنفس الطريقة مرة نديروه بالطول مرة نديروه بالعض يعني كيكملت كامل الطبقات البنات نحيت الحواف بالموس وشوفوا لي التوريق وهي عجينة يعني مازان ما كامل ما طابت يعني راه التوريق باين هذه هي البنات نحاولوا انه الحواف التوعي كامل ندخلوهم بهذه الطريقة باش يجيوني كامل حبات وما يجيونيش ديشوت نحاولوا انه ندخلوهم للداخل والطبقة الاخيرة اللي بنات حاولوا انكم ما تدهنوهاش بالسمن كي ما راكم اتلاحظوا شوفوا انه هذك يعني العجينة كامل ندخلوها للداخل بالرأس دع الموس يعني مشي من الجهة اللي تكون حدة من الجهة الاخرى كي ما راكم تلاحظوا في الفيديو يعني كل حاجة راه ينبينتلكم في الفيديو شوفوا يعني من كامل الجهات هنايا نحاول اني اقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا مليح شوفوا كيفاش راني اندل يعني من بعدك تنحو كامل هذك زائد العجينة فولا اللي بنات احنا غطيت السنية وتعيخ ليها لمدة يعني نهار كامل ولا عفوان ثلاث ساعات باش نجي نقطحها ونخليها ليلة كاملة تبيت باش ونبعدك تطيب لي ما رحش تتكمش معايا هذي هي اللي بنات يعني طيبتها على مية وثمانين درجة مل تحتها يعني كشفت الحواف طاول لون ذهبي شعلت عليها من فوق اخذات تحميرة خفيفة البنات متحمروهاش بزف لانه مع العسل يكون حمر ثانيك رح يتبدل لون تحاوي يجينا لون ذهبي يجينا لون بزف بزف شباب يعني وهنا يا المسألة اذواق كاي اللي يحب البقلة وفغي موجي حمراء كاي اللي يحب اللون تحاوي يجي اصفر ذهبي يعني مسألة اذواق ثانيك لابني اتباليكم ايضا تغفلوا عليها مل تحتها يعني دي ما عسوها كي تكون طيب مل تحتها كتشوفوا الحواف تحا حمارو يعني تشعلوا لها من فوق وبينسير العسل هنا يادرت كيلو يعني وهي سخونة يعني من الفرن تسقيوها بالعسل يعني العسل يعني طيب تتاع الدار وتقدروا يعني تستعملوا انتاع المحلات اثانيك تستعملوا كيلو يعني في هاذ الكمية اللي طيت هاي لكم اليوم يعني سنيوة ثلاثين على ثمانية وعشرين سنتيمتر اللي بنت ان شاء الله الوصفة تعالي يوم تكون عجبتكم يعني بقلة وبلا مغغة غيني اقتصادية وناجحة وجيكم مورقة والطريقة يعني من الالف الى الياء يعني شاركتها معاكم ان شاء الله تجربوها وتشاركوني اراءكم في التعليقات بلا خير الى عدد مقبل ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة